السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة نشرح درس القواعد النحوية تحويل الجملة الاسمية الى فعلية مع مراعاة حالة الفعل المضارع تذكيرا وتأنيسا اول حاجة نعرفها الجملة الاسمية الجملة الاسمية بيلحق الفعل المضارع حروف تدل على التسنية والجمع اذا كان المبتدأ مسنى او جمع يبقى في الجملة الاسمية الفعل المضارع بيلحق بيه حروف الحروف تدل على التسنية والجمع الكلام ده اذا كان المبتدأ مسنى او جمع مثلا الطفل ينام مبكرا هنا عندينا الفعل ينام لما نيجي نقوله الطفلاني فنقوله يناماني مبكرا هنا عندنا الالف تدل على المسنى الطفلاني يناماني مبكرا الالف تدل على المسنى اللي الحقناها بها بفعل ينام طب بعد كده الاطفال ينامون مبكرا فهنا عندنا الواو تدل على الجمع المذكر الواو تدل على الجمع المذكر طب مثال تاني قالك المعلمة تشرح الدرسة هنا عندنا الفعل تشرح لما نقوله المعلمتان تشرحان الدرسة يبه هنا الفعل جعلنا للمسنى الحقنا به الف ونون فهنا الالف تدل على المسنى طب نيجي نجمع نقوله المعلمات تشرحنا الدرسة فهنا النون تدل على جمع الاناس يقولن ايه تشرحنا يبه النون تدل على ايه جمع الاناس هنا يقولك يتبع الفعل المبتدأ في الإفراد والتسنية والجمع يبه دايما الفعل يتبع المبتدأ في الإفراد والتسنية والجمع يعني الكلام ده يعني لو المبتدأ مفرد يبقى الفعل مفرد طب المبتدأ مسنى يبقى الفعل البعض منه يبقى مسنى طب المبتدأ جمع يبقى الفعل يبقى جمع طب نيجي نشوف الجملة الفعلية هنا يقولك ان الجملة الفعلية لا يلحق الفعل اي حروف تدل على التسنية والجمع اذا بدأت به الجملة مثلا يبقى الفعل اذا بدأت به الجملة لا يلحق به اي حروف تدل على التسنية والجمع اذا بدأت به الجملة لا تلحق به اي حروف تدل على التسنية والجمع فمديك مثال ينام الطفل مبكرا هنا عندك الفاعل الطفل مفرد ينام فعل مفرد طب هنا ينام الطفلان مبكرا طب هنا الفعل مفرد بس الفاعل الفاعل هنا مسنى فقلنا ينام الطفلان مبكرا طب هنا ينام الأطفال مبكرا هنا الأطفال الفاعل جم بس الفعل برضو مفرد لب هنا لا يلحق الفعل اي حروف تدل على التسنية والجمع اذا بدأت به الجملة الفعلية فهنا مثال تاني تشرح المعلمة الدرسة هنا لده طب تشرح المعلمات الدرسة فهنا ايقول لك لا يتغير الفعل اذاة جم بها يبكرا الفعل نطفلا اذا بدأت الجملة بهم سواء كان الفاعل مفرد او مسنن او جمعا يبقى لا يتغير الفعل اذا بدأت الجملة به سواء كان الفاعل مفرد او مسنن او جمع هنا يقول لك فيه ملاحظة يقول لك عندما يطلب منك تحويل الجملة الاسمية الى فعلية يلزم الفعل الافراد مهما كانت صورة الفاعل مفرد او مسنن او جمع يبقى انت عندك جملة اسمية عايز تحولها لجملة فعلية هنا الفعل يلزمه الافراد يعني يلزمه الافراد يعني الفعل بيبقى مفرد مهما كانت صورة الفاعل هل الفاعل مفرد او مسن او جمع في الثلاث حالات الفعل برضو يبقى مفرد فهنا بديك مثال المصريون يحبون وطنهم فهنا عنديك ده جملة اسمية لما ديك تحولها لفعلية هنا الفعل يحبون لأني خلوها يحبوا فنقولوا يحبوا المصريون وطنهم يحبوا المصريون وطنهم نشاط اختر الفعل المناسب لكل جملة مما يلي الف نغط العامل عمله فهنا بيبقى فعل يحباني ولا يحبون ولا يحبوا ولا يحببنا فهنا عندنا نختار الفعل المفرد يحبوا فنقولوا يحبوا العامل عمله طب بالنسبة لرقم به نغط المخلصان العمل فهنا يجيب لك يتقناني ولا يتقنون ولا يتقننا فنختار فعل يتقن المخلصان العمل طب رقم جيم الجنود نغط عن الوطني فهل نختار يدافعون ولا يدافعان ولا يدافع ولا يدافعنا فنختار ايه نختار يدافعون لان هنا ايه الجنود المبتدأ هنا جمع فنقولوا يدافعون رقم ده نغط الام بابنائها فنختار تهتممنا تهتمون تهتماني ولا تهتموا فنختار الفعل المفرد اللي هي تهتموا الام بابنائها عن حل مع بعض انشيط التدريبات الاضواع على القواعد النحوية اول حاجة عندنا اقول لك لاحظ واكتشف نشاط واحد املأ جدول التالي هنا يبدأ جمل السماء صافية زرع الفلاح والارض شرح المعلم الدرس اللاعب ماهر هنا اقول لك صنفهم لجملة اسمية وجملة فعلية فعندنا الجملة الاسمية السماء صافية اللاعب ماهر بالجملة الاسمية التي تبدأ باسم الجملة الفعلية زرع الفلاح والارض شرح المعلم الدرس في نشاط اثنين حدد نوع الجملة فيما يلي مبينا السبب الامثلة هنا اقول لك الف ذهب احمد الى النادي نوع الجملة هنا ايه جملة فعلية طب ايه السبب بدأت بفعل فنقوله بدأت بفعل رقم بيه النظافة من الايمان هنا نوع الجملة اسمية بدأت بيه بدأت باسم اللي هي النظافة رقم جيم يغرض العصفور فوق الشجرة نوع الجملة فعلية ليه بدأت بفعل يغرض السمك يعيش في الماء نوع الجملة جملة اسمية السبب بدأت باسم اللي هي السمك نشاط ثلاثة يقولك حول الجملة الاسمية الى فعلية والجملة الفعلية الى اسمية واكتبها هنا عندنا الامثلة اول واحدة معنا يقولك يدافع الجندي عن الوطن هنا يدافع بجملة فعلية يبقى احنا نحولها الى جملة اسمية فنقوله الجندي يدافع عن وطنه طب رقم بيه اللاعب يتعاون مع زملائه هنا دي جملة اسمية تحولها لفعلية تقوله يتعاونوا اللاعب مع زملائه هنا دي جملة فعلية بدأت بفعل فاتحولها الى اسمية تقول الطالب يهتم بأداء واجباتهم طب رقم دال الطبيبات تعالجنا المرضى دي جملة اسمية بدأت باسم طب نحولها لجملة فعلية تعالج الطبيبات المرضى لاحظ وتعلم نشاط اربعة بيقولك اختار الاجابة الصحيحة مما بين القوسين الف نغط الطبيب المرضى هل نختار يعالج ولا تعالج ولا يعالجون ولا يعالجاني فنختار ايه نختار يعالج يعالج الطبيب المرضى يبقى الفعل يبدأ بالجملة يبقى يلزمه الافراد يبقى الفعل فهو الجملة يكون مفرد طب رقم بيه نغط الفلاحون الارضة هل نختار تزرعوا ولا يزرعوا ولا تزرعاني ولا يزرعاني نختار يزرعوا الفلاحون الارضة نختار فعلية يزرعوا طب بعد كده عندنا رقم جيم نغط اللاعبان بالجائزة نختار يفوزون ولا تفوزاني ولا يفوزاني ولا يفوزوا فنختار يفوزوا اللاعبان بالجائزة بالفعل يبقى مفرد رقم دان نغط العاملات الى المصنعين هل تزهبوا ولا يزهبوا ولا يزهبون ولا تزهبون لا نختار تزهبوا العاملات الى المصنعين فعل تزهبوا مفرد والت تدل على التأنيس في نشاط خمسة ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير صحيحة في رقم ألف يقول لك تشرحوا المعلم الدرسة هل العبارة صحيحة ولا خطأ؟ لا العبارة خطأ المفروض يشرحوا المعلم الدرسة فهنا العبارة خطأ طب رقم به يفوزون اللاعبون بالمبارات العبارة خطأ المفروض يفوزوا اللاعبون بالمبارات الفعل هنا يكون مفرد يفوزوا فالعبارة خطأ رقم جين يصنعان العاملان المنتجات العبارة برضو خطأ هنا الفعل المفروض يبدأ مفرد الفعل هنا مفرد فنقول ليه يصنع العاملان المنتجات فهنا الجملة خطأ في رقم دال يتعاون التلاميذ على مساعدة الفقراء هنا فعل يتعاون مفرد يبقى العبارة صحيحة نشاط ستة رتب كلمات كل سطر لتكون جملة فعلية صحيحة أول حاجة ألف الأولاد النادي مبكرا يذهب إلى فعترت بالكلمات فتقول يذهب الأولاد إلى النادي مبكرا رقم به أمها تساعد في المنزل الفتاة فنقول ليه تساعد الفتاة أمها في المنزل في رقم جيم المحامون عن يدافع المظلومين فنقول ليه يدافع المحامون عن المظلومين رقم دال إلى يصل المطاري المسافرون فنقول يصل المسافرون إلى المطاري يصل المسافرون إلى المطاري وبكذا يكون وصلنا معكم لنهاية الدرس النهاردة أرجوكم استفدتم معنا واتنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس سأصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة